اشتركوا في القناة صحة وسعادة مثل ما تعودنا دائما في البداية نرحب بالطاقم الموجود معاي معاي في الاخراج اليوم عيسى السبيل صباحك ورد يا عيسى ومعاي اليوم في التنسيق ام خليفة ميرا لغفلي صباحك ورد يا ميرا وهذه محدثتكم دكتورة نادا الملة اليوم انا ان شاء الله مستفردة بالبرنامج انا اروحي مع الطاقم الجميل معاي ان شاء الله تكون حلقة جميلة وممتعة على الهواء دائما تعودت بداية الحلقة نذكر الدراسة بس انا قبل ما اذكر الدراسة انا اونش احبه اهنيكم بالجو الجميل في الخارج هذا الجو اللي ما شاء الله ما شاء الله دخلت عيننا احنا البرودة صار الجو مثل ما يقول مثل ما احنا نحب مناسب جدا للنشاطات الخارجية طبعا حسب حالة الطاقس النباتش بيكون البرد اكتر شدة طبعا نتدفة ونغطي عيالنا ونحاسب دائما مثل ما امي الله يحفظها دائما تقول من تغير المفاجئ في درجات الحرارة بين داخل البيت وخارجها لو تلاحظون الحين داخل البيت دائما يكون دافي برع البيت يكون درجة الحرارة فعلا اقل فهذا التغير المفاجئ من الحر الى البارد او بالعكس عند بعض الناس اللي عندهم مرض الربو ممكن يهيجلكم ترى نوبة الربو لان ضربة الهواء البارد المفاجئة ممكن تسبب تهيج في القصبات الهوائية وفي اغشية الخشم وبالتالي ممكن تهيجلكم نوبة من الربو احيانا نوبات الربو هاي تكون جدا حادة المرض يكون ممهيئ لها ممستعد لها لان مثلا يقولون حاليا الجو ما في مهيجات كثيرة يعني ما في مثلا غبار حبوب طلع في هذه الفترة بالعادة مرض الربو يكون متطمن لكن الهواء البارد وتغير درجات الحرارة بين الداخل والخارج احد العوامل اللي ممكن تسبب نوبة الربو خصوصا للناس اللي عندهم قابلية وبالعادة عند الاطفال حتى الناس اللي عندهم حساسية في الانف الحين هذا التغير بين الحار والبارد ممكن يسوي لهم ايضا حساسية في الانف سيالان في الانف وايضا الناس اللي يعانون من نزول دم من الانف في بعض الظروف ممكن بعد يسبب لهم هذا بسبب تغير درجات الحرارة فنحاسب جدا لما نطلع من حار الى بارد خصوصا من حار الى بارد من داخل البيت الى خارجة لازم نغطي الفم والانف عشان ما نستنشق الهوال بارد فجأة فيه وائد ناس تقول لك لا ما نعتبر بارد شديد لا ولكن تغيروا درجات الحرارة هناك فرق كبير ممكن داخل البيت درجة الحرارة تكون 24 لكن في الخارج مثلا اليوم الصمح كان درجة الحرارة 18 ففيه فرق كبير من درجات الحرارة فعشان نستمتع بهذه الأجواء ونحافظ على صحتنا فناخذ الاحتياطات البسيطة اذكر اول شيء اذكركم اوش برقام التواصل على 600-55-14-14 ورسائل النصية على 4-006 احيم روح لي دراستنا الدراسة شو تقول الدراسة عبارة عن سؤال هل يطيل النوم عمر الانسان انا قول ما اقرأ الدراسة اقولكم اكيد تمكنوا علماء كلية الطب بجامعة هارفرد من حل آلية تأثير النوم الصحي في تخفيض خطر الموت المبكر واتضح ان هذا يحصل بفضل انتاج جزيئات مضادة للالتهابات ينخفض عددها بسبب قلة النوم يفيد موقع يورك اليرت بين العلماء استخدموا خلال دراستهم فئرانا معدلة وراثيا تميل الى الاصابة بتصلب الشرايين وسمح الباحثون لنصف هذه الفئران بالنوم الطبيعي في حين منعوا النصف الثاني من النوم ومع مرور الوقت اصيبت فئران المجموعة الثانية اللي هما منعوهم من النوم بتلف تصادعي في الشرايين وظهرت لديها لويحات في الاوعية الدموية اكثر منها لدى النصف الاول بمقدار الثالث النصف الاول اللي هما تركوهم ياخذون دورة النوم الطبيعية كما اتضح ان اجسام الفئران التي عانت من حرمان النوم تحوي خلايا تشارك في عملية الالتهاب تعادل ضعف الكمية الموجودة في اجسام الفئران التي كانت تنام طبيعيا وافرزت اجسام فئران المجموعة الثانية كمية اقل من هرمون الاوريكسين الذي يلعب دورة مهما في تنظيم النوم والاستيقاظ وادى حقن الفئران بكمية اضافية من هذا الهرمون الى انخفاض الاضرار التي لحقت بالاوعية الدموية عندما تشوفون اكثر من دراسة حين نذكرها في صحة وسعادة عن تأثير النوم على صحتنا ليش؟ لانه في واي دراسات حالين قاعد تطلع على ان العالم بشكل عام قاعد ياخذ ساعات اقل فاقل من النوم يعني الانسان البالغ قبل خمسة عشر او عشرين سنة كان ينام ثمان ساعات بالراحة هذا كان معدل يتراوح بين ستة الى عشر ساعات لكن الان معظم البالغين نسبة كبيرة منهم لا يحصلون عن القدر الكافي من النوم صار معدل النوم عنهم من أربع الى ست ساعات وهو قليل جدا مقارنة بالساعة عدد الساعات التي نوصبها هي ثمان ساعات بالتالي يقول لك ليش والله الناس تنام اقل من قبل وجود وسائل التواصل الاجتماعي التلفزيون ما يتسكر ممتلك قبل تفزيون يطفي ساعة 12 وجود كثير من المغريات بالاضافة طبعا لان حين عندنا مثلا كوفي شبات ما تسكر 24 ساعة مفتوح المطاعم ما تسكر غير الفجر بالتالي في هناك وسائل تسلي يتساعد الانسان هو يسهر اكثر بالتالي يقل نصيبة من النوم كل ليلة فأحين الدراسات توجهت للتشديد على دور قلة النوم في صحتنا قبل الناس تفكر ان قلة النوم بس يعطيكم هالات سودة يخليك تعبان خلال النهار مالك مزاج لكن تأثير قلة النوم اصلا له تأثير اكبر على الجسم يعني ممكن مثل ما تقول الدراسة الان انها ممكن تساعد في نزيد عمر الانسان طبعا كش يبئيض رب العالمين لكن لما يكون النوم يأثر على اصابتنا بالجلطات القلبية بتجلطات الاوعية الدموية طبعا هذا تقليل نسبة الاصابة بهذه الامراض تساعد ان شاء الله في اطالة العمر اذا كان قلة النوم تأثر في عمل وظائف الدماغ ممكن تعرضنا اكثر للاصابة بالزهايمر او باركنسون زيزيز هالامراض اللي احنا ناس كلا تخاف منها مع الكبر مثل ما شياربنا دام يقولون نبان نكبر نوصل لعمر الستين والسبعين لكن نبان تم مثل ما يقولون بعقلنا ونقدر نهتم نفسنا فالاصابة بالخرف المبكر او مرض باركنسون او الشلال الرعاشي هذه قلة النوم ممكن تزيد في خطر الاصابة بهذه الامراض فعشان تجيح دائما نشدد على اهمية النوم وانا اشدد مبعا لساعات النوم انا لما يوني المرضى في العيادة يا جماعة مو بس عدد ساعات النوم هناك عدد وهناك جودة النوم في عاملين مهمين احنا واجه نسأل عنهم عدد ساعات النوم لازم تكون طبعا ثمان ساعات لكن جودة النوم شو يعني جودة النوم او سونا quality of sleep معنى خلال هالثمان ساعات انت كم اصلا تكون في النوم العميق النوم العميق اللي يكون فيه احلام وبقب عينك يتحرك من تحت الجفن الانسان اللي يوصل لهذه المرحلة يكون وصل لمرحلة النوم العميق في ناس تنام ثمان ساعات وفي ناس تنام عشر ساعات لكن منها فعليا ممكن ساعتين يكونون في النوم العميق والست ساعات الباجية يكونون النوم الخفيف هذا تسمع كل حد يعني تسمع حط خاطف في الحوي تسمع القطوة على ص�� بيتكم مثلا تسمع صوت الدبانة مثلا تدور في الحجرة هذا النوم يكون جدا خفيف فأنت ما رحت في النوم العميق إذا ما رحت في النوم العميق فأنت لا تستفيد من النوم رحت نشح الصبح تحسر عملك تعبان عشان تشفي كثير من الناس يقولك أنا نائم عشر ساعات لكن أنا نشح الصبح ومدة النوم تكون غير جيدة عندك فلازم ندقق على هذه النقطة ولازم ننتبه أنا دائماً أشجع مرضاي أن يحطون دفتر جنب السرير ويكتبون كل ما نشوا من النوم متى بديت النوم يعني الحين دعنا أنا على السرير اكتب الساعة مثلا ساعة عشرة بالنسبة لي طبعاً الساعة تسعة أو ثمانة ونصر أنا بس الناس الطبيعية نام عشر ممكن أو حدا عشر اكتب الساعة عشرة مثلاً رحت إلى الفراش لما تنش المرة الياية في الليل اكتب ساعة كم نشيت بعدين لما تحس أنه أنت بتردت نام مرة ثانية اكتب مثلاً فنشوف كم المدة اللي أنت تميت فيها صاحي فيه ناس ممكن تتم ساعتين لرس ساعات واعية في الليل يعني نام عشر اتنش واحدة لين أربع ما تكون نام ما أيها نوم مغمضة عينها لكنها لا تزال واعية فهالنقاط جداً مهمة لأنه عندنا هناك عيادات متخصصة في النوم هناك يعني مستشفيات بكبرها في الدول الأجنبية فقط لعلاج النوم وهذا يدركم على أهمية النوم وجودة النوم فمهم جداً يكون عندكم شيء اسمه sleeping diary أو مذكرات النوم تكتبون فيها طبعاً هذا للناس اللي عندها مشاكل بس أنت اللومك عادي وتنشي الصبح نشيط ما في داعي يكون عندك لكن الناس اللي عندها مشاكل تحس أنها تنشي الصبح ومو مرتاحة وطبعاً عامل أساسي في النوم الوسادة وعلى من المرضى لما يوني يقولون أنهم ينشي الصبح تعبانين يكون من أثر الوسادة اللي يبارها تبديل أنا عن نفسي أبدل الوسادة كالستة أشهر ما خلال يتم معي أكثر عن شيء حتى لو تحسون أن الوسادة زينة أحيان تكون الوسادة زينة لكن إذا كان القطن فيها بدي يفش مثل ما يقولون ما تعطيكم الدعامة للكتف والعنق وإنتوا نايمين تنشي الصبح تحس أن عمرك أنت مثلاً ما نقول بالعامية متيبس تشتفك متيبس رقبتك متيبسة احتمال عندك أعصبها فهنحن رح نطلع إن شاء الله فاصل بعد الفاصل سيكون لدينا موضوع جميل ونتكلم شوي بعد موضوع النوم بالإضافة لمواضيعنا الأخرى فابقوا ولا تذهبوا بعيداً صحة وسعادة ورجعناكم عشان كامل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة ذكركم برقام التواصل أولاً على 6-0-5-5-1-4-1-4 ورسائل النصية على 4-0-0-6 في رسالة تقول دكتور صباح الخير في واحد من الأصدقاء ينام ساعتين ويتم واعي لن ثاني يوم الفجر شو الطاقة هذه سبحان الله اختلاف الأجسام ممكن لدينا نفس الطاقة لكن احنا نتكلم عن الأغلبية اللي هو 80% من البشر يحتاجون على الأقل 8 ساعات من النوم يومياً والأطفال طبعاً يحتاجون أكثر 12 ساعة فخليوا عيالكم ينامون من وقت أنا عيالي نوم من الساعة 7 ونص وأنا نوم من الساعة 8 ونص 7 ونص لين ثاني يوم على الأقل يحصلون 10 ساعات نوم لازم لازم ينامون من وقت حك شو يسهرون أنا استغرم الأمهات قاعدة عيالي الساعة ما شمال الليل شو يسوي خلي ترتاح ملايكتها وانتي بعد ترتاحين المهم نروح للفقرة التوعوية الحين وفقرة التغذية مع خصائية التغذية سامية خالد بتكلمنا عن البروكلي وفوائده يا صباح الورد يا سامية صباحكم فل صباحكم صحي وسعيد متابعينا الأعزاء حياة شالله قليني عن البروكلي أنا صراحة أحب البروكلي جيد جدا لأنه معظم الناس للأسف ما يحبوا الفاكهة العظيمة اللي لها فوائد صراحة لا تعد ولا تحصى البروكلي هي من العائلة الصليبية والتي لها فوائد عظيمة جدا رح نلخص طبعا بعض الفوائد لأن فوائدها محتاجين يمكن أكثر من فقر عشان نقدر نحصيها نحن نتكلم عن أول فائدة وأهم فائدة للبروكلي وهي فائدتها للجهاز العصبي فائدة البروكلي للجهاز العصبي تتلخص احتواءها على كمية عالية من مادة البوتاسيوم أو ملح البوتاسيوم والذي يؤدي إلى زيادة السيالات العصبية فبالتالي يؤدي إلى ارتخاء الأعصاب والشعور بالراحة والتقليل من التوتر لذلك ننصح الناس أنهم على الأقل حصة واحدة من البروكلي في نظامهم الغذائي في وجبة الغداء أو في وجبة العشاء وذلك لتحقيق هذه الفائدة أيضا البروكلي يساعد على ضبط معدلات ضغط الدم وجود مادة البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم يساعدان على تنظيم ضغط الدم فالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم نوصيهم أيضا بأنه يكون البروكلي ضمن نظامهم الغذائي البروكلي أيضا طوائد في الوقاية من نزلات البرد نحن حاليا كمان في فصل الشتاء العديد معرض للإصابة في الإنفلونزا ونزلات البرد يحتوي البروكلي على كميات عالية جدا من فيتامين سي ويعتبر من أعلى الخضار في القيمة الغذائية لفيتامين سي وهذا يجعله صيدلية كاملة تقي من نزلات البرد وعلاج نزلات البرد والقضاء عليها أيضا البروكلي أيضا فائدة كثير عظيمة في تقوية العظام يستغرب البعض أنه يمكن إحنا معتقداتنا أنه العظام أو الكالسيوم موجود فقط في الألبان ومشتقاتها لكن الكالسيوم يحتوي البروكلي كمية عالية جدا من الكالسيوم تعادل كوب واحد من الحليب فالأشخاص اللي عندهم حساسية من الحليب أو مش قادرين يحصلوا احتياجاتهم من الكالسيوم من مصادر الحليب ننصحهم أنهم يأخذوا كوب من البروكلي وذلك للوقاية من هشاشة العظام وتقوية العظام بشكل عام أيضا البروكلي يقوي الجهاز المناعي وهذا مش غريب على العائلة الصليبية بشكل عام البروكلي يحتوي أيضا على معدن الزينك والسيلينيوم ولأثبت الدراسات أنها تقوي جهاز المناعة وتقيم من الأمراض المعدية وبسبب أنه مهم للجهاز المناعي فهذا يؤدي أيضا إلى الوقاية من السرطانات بالذات سرطان المعدة سبب احتواءه على مضادات الأكسدة وأيضا يعزز من وظائف الكبت للبروكلي أيضا فائدة كثير عظيمة ومهمة للجهاز الهضمي وذلك يسبب احتواءه على الألياف فهو يسهل عملية الهضم يمنع الإنساك خفض نسبة السكر علاوة على ذلك يحتوي على كمية لا بأس فيها من البروكلي قد تعادل كوب من الأرز أو الزرة ولكن بسعرات حرارية أقل فالأشخاص الذين يهتمون بتخفيص وزنهم أو الحفاظ على أوزان صحية ننصحهم بتناول البروكلي فهو يحتوي على البروكلي بس بسعرات حرارية أقل من نظيره من النشويات الأخرى أيضا هناك فوائد عديدة للبروكلي منها صحة العيون جيد جدا في الحفاظ على البصر وخاصية الإبصار فهو يحتوي كميات كثير عالية من فيتامين A ونحن نعرف أن فيتامين A يساعد على حماية الشبكية وتقوية الإبصار ويؤدي أيضا إلى سمك الشرايين أصلا التي تغذي جسم الإنسان وبالتالي يحمي من الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والشرايين والعديد من أمراض القلب فهذه هي أهم الفوائد التي يحتويها البروكلي مثل ما أقول لك الفائدة فوائد البروكلي لا تعد ولا تحصى لكن هذه هي إجماليا أهم الفوائد التي نحن نحصلها من تناول البروكلي ممتاز أستاذة سامية دائما الناس أو الطباخين دائما يقول لك ما تطبخ البروكلي كثير عشان ما تفقد العناصر الغدائية اللي فيه فشو هي الطريقة الصحيح عشان نطبخ البروكلي بما أتوقع أنه ما قدر ناكله يعني ني هو هضمه هضمه جدا صعبه لأنه يحتوي على مادة الكبريت التي تؤدي في بعض الأحيان أنه ناس ممكن ينصابوا بالغازات بسبب عسر هضمه لكن احنا نفضل أنه نسلقه على البخار ونتخلص من الماء ونضيفه في السلطات أو نضيفه في الطبخ في الروز في السلطات اللي احنا نقدمها بشكل عام في الأكل أو ممكن يقدم ما شوي ممكن مثلا قطعة السمك أو الدجاج بدلا ما تكون خالية لما نشويها ونضيف فيها شرائح من البروكلي أو قطعة من البروكلي فهذه هي أنسب الطرق ليطبخ البروكلي في السلق أو الطهي على البخار أو في الشوي ممتاز شو أنت ذكرت الحصة بس نذكرهم بالحصة اليومية وشو عن الأطفال يعني دائما نشوف في المسلسلات أن الأمهات يعطون عيانهم البروكلي والطفل مستانس طبعا في الحقيقة اللي هل ما يحبوا البروكلي يعني كفاية لونه يعني ما يشوفون لونه أخضر يمتنعون عنه فشو طريقة ممكن يعني نعطي البروكلي للأطفال وشو الحصة ممكن نعطي الحصة اليومية الموصبة بها ممكن نعطي للأطفال والكبار تقريبا الكوب الواحد من البروكلي طبعا مثل ما قلنا يحتوي على كمية عالية من الفوائد لا تعد ولا تحصى منها الكاليسيوم والبوتاسيوم فكوب واحد يكفي يوميا مثل ما قلنا يعني يعطينا الفوائد اللي إحنا منترجاها أو اللي منطلبها من البروكلي بالنسبة للأطفال مثل ما تفضلتي وحتى الكبار في كتير ناس ما بيحبوا طعم البروكلي أو بيحسوا أنه طعمهم غير مستساخ فإحنا ممكن نضيفهم بالأكل اللي حبوا الطفل لكن نقطعوا لقطع كتير صغيرة تكاد تكون مخفية أو مش ظهرة الأطفال كتير مثلا بيحبوا الباستا والماكارونا بيحبوا مثلا شوربات الدجاج فإحنا ممكن نقطعوا لقطع كتير صغيرة يعني نفروموا فرما كتير تكون نعمة ونضيفوا في الثلصات أو في الباستا أو في الماكارونا أو في الهيش بطريقة غير ظهرة بحيث أن الطفل ما يشوفوا ممتاز طبعا نحن نشجع الأمهات أن الأطفال أحيانا وجود الخضروات الخضراء يعني الطفل ما يشوف لون أخضر يعني ما يحب يأكل اللي حسنا ما بيكون فيه طعم خاصة مثلا يعني تعرفين البروكلي والخضروات بشكل عام ما فيها الطعم اللي يقدر الطفلي ميزه فممكن بما قالت أستاذة سامنا نقطع ونخلي ضم صلصات الباستا ممكن قدل مع الجبن في أمهات كثير قضيفوا بالعيش بس يكون مقطع قطع صغيرة الطفل ما بينتبه له أو ضمن الشوربات يعني فيه أطفال بيحبوا شوربت الجزر مثلا فمثلا قطع من البروكلي أقطع قطع صغيرة وأضيفها في الجزر الطعم بيكون أصلا مش واضح وبنفس الوقت حتى الشكل يعني شكل البروكلي بيكون مخصي فالطفل ممكن يأخذ في هذه الطريقة صحيح وأنا صراحة أنا أحب أكله مع الجبن أحسن البروكلي لأنه ما فيه واي طعم وعليش واي جبن يطلع على دين هناك أنت أنت حصلت على وجبة كاملة يعني دائما نحن نقول نربط المصادر النباتية بالمصادر الحيوانية أو نخلطهم مع بعض لتعظيم الفائدة أو لتعزيز الفائدة فهنا أنت كأنه أنت عزستي من امتصاص المواد الغذائية في البروكلي عن طريق دمجه بمصدر حيواني صحيح اللي هو لتبنى صحيح أنا شكرا لك أستاذة سامية خالد أخصائية التغذية في صحبة بي حدثتنا عن البروكلي وفوائده شكرا لك ونحن تسعيد شكرا لكم يومكم سعيد شكرا لك شكرا مع السلامة مع السلامة مثل ما قالت أخصائية التغذية سامية الناس بالعادة تمتنع عن أكل البروكلي إحنا الشعب ما يحب البروكلي جدا يعني اعتبرت شي خضرة غريبة ما فيها طعام ما نعرفش قلنا نطبخها لكن ممكن نستعيد بكثير من الخضروات اللي حين نستخدمها بشكل متكرر في الطبخ مثلا مكان الجزر حطوا بروكلي معه ممكن تفورون تحطونا في الصراطة أيضا لازم نلاقي طرق اندخل هالخضروات المفيدة في أكلنا اليومي لأن نمط الحياة الحين الأكل برع وايد الناس ما قامت تحطها الأشياء المفيدة في أكلها اليومي ومثل ما قالت في أكثر من طريقة ممكن ندخلها والكنوز اللي فيه في البروكلي من الكالسيوم والفيتامينات فكمية الفوادر بنحصلها من كوب واحد فقط من البروكلي بتغنينا طبعا تساعد عن نكون في صحة أفضل زاد أن البروكلي غني بالألياف فالناس اللي عندها إمساك عندها سوء هاضم ممكن تدخل البروكلي في أكلها عشان يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهاضمي وبعد غني بمضادات الأكسدة مضادات الأكسدة هي المواد اللي تطلق في الجسم وتمنع حصول الالتهابات أو بسم الله الأمراض السرطانية أو الأمراض الخبيثة فهذه تلاقونها دائما في الخضروات اللي تكون خضرة كل ما زاد الخضار في الخضرة كل ما كان مضادات الأكسدة فيها أعلى فنحاول ندخل البروكلي مثل ما قلت لكم أنا أحب أكل صراحة مع الجبن ندهو بشوي الجبن وتحطونا مع البروكلي يطلع التمازج هذا يطلع لذيذ نحصل على إفادتنا من البروكلي من الفيتامينات الموجودة فيه وأيضا البروتين من أو متجات الألبان والبروتين حصلة من الجبن نحن إن شاء الله راح نطلع لحين فاصل بعد الفاصل راح يكون عندنا الأستاذة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمرض في هيئة الصحة بدبي بتكلمنا عن التحولات النوعية في الابتكار التي تشهدها هيئة الصحة بدبي موضوع إن شاء الله شيق راح نتكلم عن كل جديد في هيئة الصحة بعد الفاصل إن شاء الله فابقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة ذكركم مرقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 هيئة الصحة بدبي تشهد طفرات متلاحقة على صعيد الابتكار بمفهومه الشامل والمتكامل وتحرص الهيئة في هذا المجال على وجه التحديد على أن يكون لها نموذجها الخاص لذا فهي تسعد دائما الاستحواذ على أفضل ما جاد به العالم من تقنيات وحلول ذكية ومبتكرة في الوقت نفسه تعمل الهيئة على تحقيق التوظيف الأمثل لكل ما تمتلكه من إمكانيات في هذا المجال ويشمل ذلك التجهيزات الطبية ووسائل وتقنيات التشخيص والعلاج إلى جانب البرامج وتطبيقات الذكية التي تمتلكها هيئة الصحة بدبي حول هذا الموضوع وبمناسبة مشاركة الهيئة في أسبوع الابتكار اللي يبدأ إن شاء الله يوم الجمعة المقبل يسعدني يكون معنا اليوم في الستوديو الأستاذة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض ورئيس لجنة الابتكار في هيئة الصحة بدبي يا صباح الورد دكتورة فريدة صباح الورد دكتورة ندى ونس جدا سعيدة أن أكون وياكم اليوم نحن أسعد ووجودة معرفة صحة وسعادة وإن شاء الله اليوم نحاول نغطي كثرة ما نقدر كل الابتكارات الهيئة الصحة تطمح لها وكل التغييرات التي تشهدها في الفترة القادمة قبل ما نتكلم عن أسبوع الابتكار ومشاركتها فيه نبدأ نتعرف على أهمية الابتكار في المجال الصحي وفي القطاع الصحي كيف نستفيد من أحدث التقنيات والتكنولوجيا في هالقطاع نحن توجهنا في هيئة الصحة هي توجه الحكومة بشكل عام ونحن نعرف أن الحكومة أولت من كذا سنة هي من عدة سنوات أهمية كبيرة للابتكار اليوم العالم من حوالينا في تغير مستمر وفي كل المجالات ومن المجال الصحي فالابتكار عموماً بشكل عام عنصر جداً مهم للتطوير اليوم المؤسسات اللي ما فيها أفكار ابتكارية أو ثقافة الابتكار هي مؤسسات ذات مثل ما هي صح فنحن جزء من هاي الحكومة وهاي المنظومة وبالتالي هيئة الصحة في دبي كونها هي الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنيين والمقيمين على أرض دبي فبالنسبة لنا أن نحن نواكب العصر ونرسخ الثقافة الابتكار عندنا في المؤسسة وبالتالي نشجع موظفينا على الابتكار وعلى الفكر الابتكاري سواء المواطفي من داخل الهيئة أو حتى من خارج الهيئة نشجع الأشياء الابتكارية والأشخاص الموهوبين اللي عندهم قدرات ابتكارية وكيف هم يقدرون يساعدونا من الخارج ونحن من الداخل أن نحن نسهل العمليات نوجد منتجات مبتكرة لتقديم الرعاية الصحية سواء هالمنتجات ممكن تكون منتجات ممكن يكون إجراء انطورة بشكل ابتكاري ممكن طريقة عمل فهالشي يساعدنا أن نحن نوجد الحلول الذكية والحلول الابتكارية للعواقب اللي تواجهنا في المجال الصحي وبالتالي نسعد المرضى اللي يتلقون مننا الخدمات الصحية فالابتكار يؤدي للسعادة يؤدي إلى مواكبة العصر يؤدي إلى تبني فكر الجديد أن عقولنا ما تتم مثل دائما في شيء واحد لا نفتح عقولنا للأشياء نخلينا منفتحين سواء على المنتجات الابتكارية على الأفكار الابتكارية وبالتالي نقدر نقدم رعاية صحية أفضل بالضب دكتورة فريدة لو تخبريننا عن بعض التقنيات الحديثة اللي أسهمت في تطور أداء الطاقم الطبي والتمريضي والفؤات المساعدة والخدمات بشكل عام في هيئة الصحة بالبين اليوم عندنا مثالين حتى دخلنا فيهم راية حمدان عندتش الصيدلية الذكية صحيح كانت مبادرة تبنتها هيئة الصحة من خلال دارة الصيدلة والخدمات الدوائية فالصيدلية الذكية اليوم كم وفرت علينا من الوقت؟ شيء الكثير صحيح والصيدلية يستلم الأدوية وهي جاهزة ويصرفها في عنده وقت كافي أن يعطيه للمريض حتى من ناحية الشرح فوفرنا وقت تحضير الأدوية داخلياً عندنا في صيدليات الهيئة بالنسبة للمريض من وقت الانتظار اللي هو كان ينتظره عشان يستلم أدويته اليوم ما ياخذ منه دقائك صحيح وهذا فعلاً انعكس بالشكل ملموس جداً في مؤشر السعادة عندنا بالنسبة للصيدليات اللي عندنا في الحقيقة لبا عندنا كذلك كان المبادرة اللي من دكتور القلب عندنا كان في مستشفى دبيت دكتور فوزي صفدي كان عنده شيء ابتكاري وتقدمنا فيه كذلك كذلك في الملتقى واليوم المبادرة هاي على فكرة في جهات عالمية تبقى تتبنىها صحيح بس نحن نحن مبادرتنا هاي ومبادرت الطبيب منعنا من هيئة الصحة ونبانحن عن طريقنا نحن نتبنىها ان كيف المبادرة هاي تتحول إلى منتج صحيح منتج نسوقها بشكل عالمي باسم دبي عندنا دكتورة وفاة لبلوشي دكتورة الأسنان عندنا في هيئة الصحة صحيح كذلك كانت عندها مبادرة ابتكارية في مجال الأسنان والحين حاليا حتى نحن كمجلس الابتكاري يالسين نستلم العديد من الطلبات على فكرة واكتشفنا ان موظفين عندهم مبادرات ابتكارية صحيح وان شاء الله نحن الحين ياسين نوضع كذلك الآلية ان المبادرات هاي لما تطلع المبادرة من الموظف أو من الإدارة كيف تتبلور من ناحية حتى الملكية الفكرية صحيح اذا احين تذكرت موظف جدا مهمة لهو مثلا يقول تمكين الموظف انه ييب الفكرة الإبداعية هاي او الفكرة المبتكرة احين السؤال شو المعايير اللي مفروضة تكون في الفكرة عشان انتوا تعتبرونها كمجلس ابتكار تعتبر فكرة مكتكرة وشو المسارة بتروح في الفكرة انا كموظف اذا عني فكرة كيف اعرف ان هالفكرة فعلا تستحق ان انا اعرضها على المجلس الابتكار وبعدها شو المسارة بتمشي فيها الفكرة او كيف اقدمها شوفي بشكل عام ديكتورة ندح اليوم نشجع الموظفين على طرح افكارهم فالموظف اذا عنده فكرة وهو يعتقد ان هي فكرة ابتكارية فكرة يديدة سواء كان منتج جديد عنده او عنده شيء فيه مثلا االية عمل نحن نتبعها في الهيئة ممكن يحسن خدمة او يحسن االية عمل يكون فيه تحسين للالية تحسين لبروست معين عندنا نحن نشجع الموظفين انهم يقدمون الافكار هاي وما يتراجعون بالعكس يبدون الافكار هاي نحن من خلال مجلس الابتكار ان شاء الله بنوضع الالية بس بعدين المجلس بيدرس الافكار عدنا بيكون تعامل مع الشركات المعنية ان اذا شفناها منتج ابتكاري اذا شفنا فكرة يعني الالية ابتكارية ان احنا بعدين عنا بتكون ان شاء الله شراكات مع الشركات المختصة ان كيف بعدين نطلع منتج هذا ان تطبق الفكرة بالضبط سواء ان تطبق في هيئة الصحة وبعدين حتى في اشياء ممكن تطلع من الطاقة الهيئة الى المنطقة صحيح المنطقة تطبق 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 الفكرة تطبق 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 الفكرة ونسوق بعدين المنتج هذا باسم الدبي نعم وهيئة الصحة بالضبط فان شاء الله الالية بنوضعها نحن الان المجلس تم تشكيل المجلس من شهرين ونحن المجلس ان شاء الله بصدد اصدار الالية وبنوزع ان شاء الله الالية على كامل هيئة الصحة بحيث الموظف يعرف او لدارة المعنية او اي حد ان كيف يقدمون افكارهم الابتكارية وكيف ممكن يتبلور يتبلور ويستوي شيء واقع ممتاز انشوفه ممتاز دكتورة فريدة شو اهمية وجود مثل ما قلت مؤشر الابتكار في هيئة الصحة شو اهمية وجود متى هالمؤشر شو الرسالة يعطيها للموظف اليوم في القمة الحكومية اتكلموا عن مدن المستقبل نعم ودبي سباقة في هذه الفكرة دبي تفكر في المستقبل صحيح وعشان نحن كذلك هيئة الصحة نواكب هذا الشيء ونتطلع للمستقبل ما نقدر نوصل للمستقبل بدون ما تكون عندنا ثقافة ابتكار بالضبط صح هي ثقافة هي ثقافة فعشان نحن من خلال المجلس من اهم الاحداث اللي ان شاء الله بنشتغل عليها ترسيخ ثقافة الابتكار ممتاز جميل جدا بحيث ان كل موظف كان قائد من القيادة العليا للهيئة الى ابسط موظف كيف نؤمن ان الابتكار جزء من عملنا صحيح ومن ثقافتنا بشكل يومي وكيف نحن نشجع الافكار ونشجع الموظفين ونخلق لهم البيئة المناسبة كذلك للابتكار صح هو خلق البيئة طبعا اذا ما في بيئة مشجعة للابتكار الموظف ما يقدر يبتكر ما يقدر يبالافكار وما يلقى باتشر تشجيع لتطبيق مثل هذه الفكرة او لرفعها او لمناقشتها بالتالي وجود البيئة هو عامل واحدة عامل رئيسي والحمد لله احنا في هيئة الصحة عندنا بيئة محفزة للابتكار والدليل وشال الابتكارات اللي طلعت من هيئة الصحة اللي حضرت اذكرتها الحين بما نحن عندنا بيئة محفزة للابتكار وعندنا مبتكرين وعندنا اسبوع الابتكار اللي بتشارك فيه ان شاء الله هيئة الصحة كلمين عن مشاركة هيئة الصحة في اسبوع الابتكار ويعني بعض الاشياء اللي ممكن شئ هيئة الصحة بتشاركها في هذه المنصة ان شاء الله نحن طبعا اسبوع الابتكار بيبتدي عندنا من تاريخ الثانيين وعشرين اللي هو الجمع القادم ان شاء الله اسبوع كامل سبعة أيام من الجمعة للخميس من كون موجودين في ستي ووك الهيئة هيئة الصحة لها منصة بجوار كامل المنصات الثانية للهيئات الحكومية عندنا منصتنا نحن نشجع الناس يون عن المنصة لأنها بتكون منصة جدا جميلة وابتكارية حتى في تصميمها ان شاء الله عندنا بنعرض تقريبا يعني كانت عندنا صراحة كبه أفكار ابتكارية أو منتجات ابتكارية ومن خلال المجلس اخترنا تقريبا خمس أشياء رئيسية اللي بنعرضها للجمهور خلال الأسبوع فعدنا مشروعين بنعرضهم ابتكاريين من مسارعات دبي للمستقبل اللي نحن نشتغل كهية الصحة مع مسارعات دبي للمستقبل اللي هي أفكار اللي هي فكرة منها أن كيف النظام ذكي ابتكاري يربط اللي هو حالات الطارئة مثلا هارت أتاك مريضة تعرض لجلطة في المخ جلطة في القلب إلى أن يصل إلى المستشفى هو نظام مثل تحذيري يوصل لكل الأطراف المعنية في المستشفى ممتاز فنكون نحن مستعدين حتى قبل وصول المريض ممتاز كذلك لدينا مشروع ثاني من المسارعات اللي هي العيادة الذكية المتنقلة للفحوصات والتواصل مع الطبيب عن بعد ممتاز لدينا مشروع من التن أكس مشروع إيوارس اللي هو المشروع هذا ذكي يساعد المؤسسات الصحية على الاستعداد المبكر للأمراض السارية ممتاز جميل جدا اكتشاف الأمراض السارية والاستعداد المبكر للأمراض هذه كذلك عندنا منتجين من هيئة الصحة من إدارة المالية بيكون في استخدام الذكاء الاصطناعي في الاعتماد وصرف الفواتير إن شاء الله بيتم اطلاقة بشكل رسمي في المنصة في الأسبوع القادم نعم وكذلك عندنا من إدارة تقنية المعلومات اللي هو الإعلان عن الفائز في هكاثون دبي الصحي اللي اللي كان في ومنتدد بيء الصحي بالضبط فهاي فعالياتنا الرئيسية إن شاء الله في منصة هيئة الصحة في هذا الأسبوع الشي الثاني إنه نحن إن شاء الله بنطلق معالي مدير عام هيئة الصحة معالي حميدان القطامي بيطلق بشكل رسمي مركز الابتكار ممتاز جميل فإن شاء الله بيكون أيضا الأسبوع القادم إطلاق المركز بشكل رسمي إن شاء الله وكذلك بيكون عنا فعالية في يوم خمسة وعشرين الأثنين بنسوي شيء اسمه ideation lab وختبر الأفكار ممتاز وندعي في أطراف متعددة من هيئة الصحة ومخارج هيئة الصحة ونسوي مثل عصب ذهني ابتكاري جميل ما شاء الله يا بتكون هناك كثير من الفعاليات في أسبوع الابتكار وداما تعودنا الأسبوع الابتكار يكون زاخر بالأفكار الفعلة الإبداعية والابتكارية فندعي هالجميع طبعا الدعوة تكون مفتوحة بس نذكرهم بالوقت والمكان والدعوة مفتوحة طبعا للجميع الأسبوع نعم بيكون كل يوم في سيتي ووكتو من الساعة الخمسة العصر إلى الساعة العشرة في الليل كل منصات الهيئات الحكومية موجودة ومنصتنا بتكون موجودة إن شاء الله كل يوم ممتاز فهي دعوة للجميع أن يسيرون هناك ويتعرفون على الابتكارات الموجودة وكل أتوقع معظم الابتكارات التي تقدم في أسبوع الابتكار بعد أن تدخل تدخل حيز التطبيق تقريبا أو تدخل نتائجها موجودة في الخدمة فكل التوفيق لكم إن شاء الله في أسبوع الابتكار والابتكارات التي خبرتنا عن دكتورة فريدة طبعا أنا فضول أنا أرح أسير أشوف إن شاء الله في أسبوع الابتكار هذا الابتكار على الأرض الواقع فإن شاء الله نكون موجودين إن شاء الله بما تكلمنا ما شاء الله على الابتكارات الكبيرة هذه من وجهة نظرة دكتورة فريدة وين تشفي مستقبل القطاع الصحي في دبي وفي هيئة الصحة في دبي مع وجود طفرات أنا أحس إن الابتكار في المجال الصحي ممتل قبل قبل كان تلاقيين ابتكار كان فترة وفترة لكن الحين ابتكارات في المجال الصحي صارت أسرع فكيف يأثر هذا على مستقبل القطاع الصحي في دبي وفي هيئة الصحة نحن عندنا هدف الهدف أن نخلي هيئة الصحة جهة ابتكارية على مستوى المنطقة ممتلز وفي استراتيجيتنا استراتيجية الابتكار في هيئة الصحة خلينا هذا هدف من الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية صح وماشين إن شاء الله على تحقيق هذا الهدف وهيئة الصحة إذا بتكون هي رائدة مستقبلا في الابتكار فهذا الشيء طبعا بينعكس على مستوى الخدمات الطبية اللي بتقدمها هيئة الصحة في المستقبل صحيح ونحن مثل أي قطاع ثاني في دبي مثل ما نشوف التطور اللي حاصل في دبي ودبي دائما سباقة في الأشياء اللي ديدة ونحب الرقم واحد فإن شاء الله نكون بعد هيئة الصحة على هذا ماشيين على نفس السرعة في التطور بحيث أن خدماتنا الصحية وخدماتنا الطبية تكون متميزة وأن المواطن والمقيم في دبي يحصنون كل الاحتياجات اللي هم يحتاجونها صحيا وطبيا من خلال مشعاد هيئة الصحة صحيح كلمة أخيرة حابت شاركينها مع مستمعينا دكتورة فريدة سواء كان دعوة الأسبوع الابتكار أو كلمة أخيرة بشكل عام الكلمة أنه نحن أي شيء نسوي في هيئة الصحة حتى لو بنتكلم في المجارة الابتكاري هدفنا رئيسي المريض صحيح نحن لما اليوم نقدم أي شيء في هيئة الصحة نحط المريض في عينيلا الاعتبار ونحطه هو جدامنا ونفكر على أساسه كيف أن نحن نوجد خدمة إذا هي ما موجودة عندنا أو نطور خدمة موجودة عندنا فهي الكلمة أن المرضى هم أولوياتنا صحيح وهم الأساس عندنا في الهيئة وكل ما نحن كل الأشياء اللي نحن نسويها كقيادة أو موظفين في هيئة الصحة التارجت الهدف مالنا المريض في المقام الأول وطبعا من خلال هالبرنامج الجميل الصراحة أنا أوجه الدعوة للجمهور أنهم يون عندنا على المنصة الهيئة وكذلك حتى المنصات الثانية جو جميل مثل ما تفضلتي في البرنامج الجو جميل والمكان جدا جميل بعد الستي ووك فأيون ترفيه ويمرون علينا في المنصة صحيح ويتعرفون على خدماتنا ويتعرفون على الخدمات وعلى الابتكارات ومثلا دكتورة فريدة في النهاية نحن هيئة خدمية نقدم خدمات الجمهور فهدفنا الأول والأساسي هو المتعامل إلينا العيادات أو إلينا مراكز صحية أو إلي هيئة الصحة بشكل عام سواء كان مريض أو ما كان مريض يحص على أي خدمة أخرى فكل الابتكارات وكل الاقتراحات وكل التطوير يتم لخدمة هذا المتعامل بحيث أن نوصل لأفضل خدمة تسعد إن شاء الله المتعاملين أكيد أنا شاكرا لك دكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المسائلة والتمريض ورئيس لجنة الابتكار فهدف صاحب البي هذا اللقاء الجميل يوم معنا وإن شاء الله نشوفش أكثر في صحة وسعادة وشكر لكم من عطيتونا هاي الفرصة أن نحن نبرز دور الابتكار في الهيئة إن شاء الله ودائما إن شاء الله يكون في لقات متكررة لم تما ذكرتي لهيئة دائما تطمح للابتكار وكل جديد فشكرا لنش دكتورة فريدة شكرا ماذا ما سمعته دكتورة فريدة كنت تتكلم عن الابتكار الآن الزمن يعني أعتقد أنه مو بس في هيئة الصحة في جميع الوظائف ما صار موضوع موظفي يصبح يختم يخلص دوامه ويختم ويساوي بس وظيفته ويروح لكن الآن المجال للناس المبدعين والمبتكرين وفيه وايد ناس تفكر أنه تقول لك أنا ما عندي فكرة يعني مبتكرة الفكرة المبتكرة ممكن ما تكون شيء غير العالم يعني مثل يجلب مع المقاييس فوق تحت لكن أي فكرة ممكن أن نتحسن خدمة تقلل زمن انتظار تحسن تجربة المتعامل بشكل عام وأنا دائما نقولها الكلام لأن في صحة والسعادة دائما لما أقول الناس أن قد مطرشون أي اقترح أنتوا عندكم لأن الاقتراحات والأفكار الإبداعية والمبتكرة كلها على كبرها أو صغرها الفكرة منها نتحسن تجربة المتعامل فعشان شيء احنا دائما نحفز على هذا الشيء وهيئة الصحة ما شاء الله دائما سباقة في دعم الموظفين وخلق بيئة تدعم الابتكار نحنا قبل ما نختل البرنامج أبا أشاركم بس جملة أتمنى إن شاء الله تأثر في في يومكم وفي حياتكم بما دائما أنا ليه اهتمام خاص بموضوع الطاقة الإيجابية وكيف واحد وكيف تأثر على صحة الإنسان في كثير من الناس لما كثير من الناس يتقول لي والله لما تلاقي مزاجة مبتمام فاليوم يقولك والله أنا من الصبح حاس أن اليوم ما رح يكون يوم زين وتلاقي كل يوم يمشي على هذا الأساس تلاقي يروح ما ينكرر بالسيارة ممكن يلاقي يتبطرت السيارة من فاضية يروح الدوام يلاقي أحد يشحف سيارته ويمشي اليوم على هذا الأساس أنا دائما أقول مثلا للناس اللي حواليني مهم جدا أنه عقلنا يا جماعة هو عبارة عن طاقة نحن نسخرها وهذا شيء مثبت طبيا العقل لا طاقة نحن نسخر طاقة عقلنا لخدمتنا لو أنا نشيت الصبح وقدت أنا حس اليوم رح يكون يوم مو بأوكي أو مو بزين رح يمشي يومي حسب الطاقة اللي أنا طلعتها من عقلي رح يمشي اليوم مو مثل ما أنا أحب مثل ما أنا توقعت لكن حتى لو نشيت الصبح وحسيتوا أن اليوم مزاجكم مبتمام أو تحسون أنتم يعني مبفأ أحسن حالة قولوا لا إن شاء الله اليوم بيكون أحسن يوم بيكون يوم جميل صدقوني وتلاقوني اليوم كيف يمشي معاكم لأن موضوع الطاقة اللي نحن نطلعها والدبدبات اللي تطلع مننا دبدبات الإيجابية أو السلبية وايد وايد لها دور كبير في يومنا في الإنجازات اللي نحن نسويها في كيف نعيش حياتنا اليومية فهذا شيء أنا دائماً رحب أأكد عليه لأن للأسف الناس يقول لك أنا كنت حاسن اليوم ما بيكون زين ما يفكر أن هذا هو توقع ليومها كيف رح يكون هو يومها فدائماً طبعاً إيمان بالله وكشي بيدرب بالعالمين طبعاً أولاً لكن قوة التفكير الإيجابي لن نستهين فيها لأن حتى قوة التفكير الإيجابي أنا ليش أقول هذا شيء في الصحة وسعادة يعمرون ما شاء الله صحتهم زينة ممكن يكون عندهم سكة ممكن يكون عندهم ضخ ممكن يكون عندهم جلطة من قبل لكن يعمرون بصحة جيدة بشكل عام لما تسألك يقول لك أنا عيش كل يوم بيوم ودائماً مستانس ودائماً فرحان ودائماً يعني إما نشه الصبح أتوقع أن اليوم بيكون أحسن يوم في نفسها ممكن تلاقي ناس أصغر منهم لكن صحتهم دائماً بالدهورة يحسون تحسن دائماً يعني شكلهم أكبر من عمرهم بقوة الطاقة الإيجابية قوة التفكير فهذه رسالة لكم في ختام برنامج صحة وسعادة ابتدوا يومكم دائماً بالطاقة إيجابية وتفكير إيجابي عشان يمشي اليوم مثل ما تحبون لنوصى لنهاية البرنامج شكراً لك عيسى سبيل في الأخراج وأم خليفة أميرة رقفالي في التنسيق وهذه كانت محدثتكم دكتورة نادة الملة إن شاء الله غداً يكون معاكم زميلي محمود فإلى أن نلقاكم إن شاء الله بالغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي